مساء الخير إيلاف أهلا يا مرحبا وسهلا أهلا وسهلا كيف الحال؟ الحمد لله إيلاف بنت إيلاف بنت يوسف الهوتي إيلاف بنت يوسف الهوتي طالبة في المملكة المتحدة في جامعة لفربول جامعة لفربول سنة أولى سنة تأسيسية أيها طيب يا إيلاف أنت كنت تتابع طبعا اللقاء اللي دار بيننا وبين الأستاذ المسلم العمري من المحقية الثقافية بسفارة السلطنة أريد أنك توصفين الوضع هناك بالنسبة لكم منذ البداية مع انتشار هذا الفيروس والإجراءات اللي اتخذتوها أنتوا كطلبة أي طبعا أول ما نشعر بالأخبار أن الفيروس بدأ ينتشار في بريطانيا الكل توتر بدأ يخف من الطلعات من الحامل الردة والبريطانيين بشكل عام بدأوا يترون يعني يروحون السوق ويأخذون كل الأغراض اللي ما يبقى شي حقنا الماء يكون مخلص الأدوات التنظيف تكون مخلصة الأكل يكون مخلص كل المواد الغذائية طعب تلقاها نعم وكل الصيدليات هنا ما موجود عندهم اللي هو الماسك اللي ممكن تغطي بالقفازات غير متواجدة نعم في كل المحلات نعم واذا بغيتها لازم تطلبها عبر النت والتوصيل جدا غالي نعم أنتو في سكنات تابعة للجامعة وإلا في سكنات خارجية مدبرينها لحالك أنا حاليا في سكاة طلاب ولكني أنا أفرغتها وإن شاء الله اليوم رح أرجع إلى سلطنة عمال نعم أنت حجزتي للعودة إلى السلطنة نعم أنا حجزتي للعودة كان المفروض رحلة تتكون غدا ولكن بدون سابق أنذار ألغوا الرحلة وألغوا كثير رحلات وطلاب تأزموا نعم لأن البقرة هي جدا خطر نعم أريدك توصفي لي المشهد والوضع في السكنات في السكن هل هناك في يعني تم الإعلان عن إصابات بالنسبة للطالب الموجودين في سكناتكم الحمد لله أنه ما كان في أي إصابات سواء في الجامعة أو في السكنات والإصابات بشكل عام في مدينة لفربول كانت قليلة نعم ولكن نعم فضلي ولكن المستشفيات وقفت تتاخذ مرضى وأن القانون اللي طبقوا علينا شو هو أن أنت إذا حسيت فيك أي حالات أي شي لا تطلع من غرفتك ابقى حجر صحي لمدة سبع أيام ولا تتصل على أي مستشفى نعم فقط عبي استماع موجودة على الناس وأبقى سبع أيام إذا حسيت أن حردك قادة سوء بعد هذه سبع أيام وقتها تقدر الطفل على الرقم نعم أنت اليوم بترجعي ماذا عن زملائك وزميلاتك الموجودين في نفس الجامعة؟ الحمد لله أن أهلي تصرفوا وأنهم تجعوني في رحلة اليوم ولكن باقي الطلاب جدا خايفين وما عارفين شلون يتصرفون أصلا لأن الراحلات صارت غالية كثير ولأننا تباعدت التواريخ نعم نحن من نطلع من مطار مانجستر ومطار مانجستر صارت تواريخ أن يوم في رحلة ويوم ما في رحلة نعم ولكنهم ما أبلغون بهالشي من قبل فجأة صار رحلات ممنن نعم أنت يا الحين إلاف عشان ترجعي نسقتي مع الملحقية الملحقية لما رسلت لهم رسلت إلى المشرف مالي نعم قلت له أستاذ أنا أريد العودة إلى سلطرة أمان لأن الوضع هي جدا مخيف قال لي لازم الجامعة توافق أول طيب موافقة من الجامعة أنتوا طالرون لها إياها نحن كطلب شنو بتسمع لنا الجامعة ليش الجامعة ممكن أن ترفض عودتكم ما هي قررت أنه عن بعد هي قررت عن بعد ولكن في بعض الجامعات نرفض عودة الطلاب إلى بلدانها وقال لهم أن الدراسة بتستمر مثل ما هي ورح نحضركم غياب إذا ما داونت ما خايف تروح عليك البعثة لأنك رجعت بدون إذن الجامعة أنا الحمد لله تواصلت مع جامعتي ولأنه صار الدراسة عن بعد فالأمور طيبة معي اسمع باقي صلاب شلون اللي الجامعة ما وفقت لهم إلى الآن في بعض المناطق نعم الآن إيش هي مطالبات زملائك وزميلاتك الطلبة في هذا الوقت إن الملحقية تسمح لنا بالعودة إلى سلطنة عمان وإنهم أهم يخاطبهم جميع الجامعات بسرعة شكرا لك يا إيلاف وشكرا لمتابعتك ومداخلتك نتمنى لك إن شاء الله وصول السلامة سؤال خبروش إقراءات معينة أول ما توصلي السلطنة بتدخلي في حجر صحي أيوه نعم إن يكون فيه فحص بالبطار أيوه إذا سيت الماغل ما فيك وإذا ما فيك يكون حتى صحي في المنزل 14 أيوم مستعدة للحجر الصحي المنزلي نستعدة إن شاء الله وأتوقع عارفة كل الإجراءات أي نعم السلام عليكم ومصافحة ومحاضن ومشتاق أهلك هذا نخليلي بعد الحجر الصحي إن شاء الله إن شاء الله تمام من بعيد لبعيد إن شاء الله الله يحفظك يا رب الله يحفظك ووصول السلامة هذه إلاف ترجع برحلة اليوم إن شاء الله نتمنى لها وصول السلامة